ألا يا حال العقارب الساعة تشير إلى التاسعة صباحا وده موعد موجز الأنباء وحيتيكم بصحب زميلة ندينة شرق دينا شكرا لك مصطفى التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيور المصري أهلا بكم قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية وذلك في إطالي حرص الرئيس السيسي على متابعة برامج التدريب والتأهيل المهاري والبدني المختلفة كما تبع عددا من الأنشطة التدريبية لطلبة الأكاديمية وفي كلمة له بالأكاديمية أكد الرئيس السيسي سعي الدولة لتعزيز قدرات أبنائها بمختلف أجهزة الدولة داعيا إلى المزيد من الجهد والعمل كما شدد الرئيس السيسي على أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية حاليا لافتا إلى أن هذا الدور ليس مقتصرا فقط على طلبة الكليات العسكرية وإنما في إعداد وتأهيل شرائح كثيرة تقوم بالعمل في الدولة وأضاف الرئيس السيسي أن الهدف من ذلك هو تعزيز وتأكيد قدرة من يلتحق بأجهزة الدولة المختلفة وآطائه جرعة مناسبة من الالتزام والفهم والإصرار على العمل خلال فترة التحاقهم بالكلية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي هو في إطار موادر الرئاسية لتبني المواهب أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة في بيان المشترك عن تبنيهما للطالب المتفوق منة الله عماد والتي حصلت على المركز الأول على مرحلة الأعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ وتتكفل كل من الأكاديمية الوطنية لتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتقديم كافة أجه الدعم اللازم للطالب المتفوق في جميع مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة يأتي ذلك بناء على تكلفات الرئيس السيسي بتبني الطالب تعليميا نظرا لذروفها الأسرية الصعبة ودعما لتفوقها العلمية تنطلق اليوم ثالثة جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر حيث تعقد جلسات تبحث موضوعات حرية داول المعلومات والقضايا الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ هذا وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني إرجاء جلسة قانون تنظيم العمل الأهلي ولئحته التنفيذية التي كانت مقررة اليوم لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي لمواد آخر سيتم تحديده لاحقا بنفس المتحدثين فيها وحاضريها وكانت الجلستان النقاشيتان الأوليان للجان المحور السياسي قد نقشت العديد من القضايا الخاصة بالمجالة المحلية والأحزاب السياسية والنظام الانتخابي وقضايا القضاء على كافة أشكال التمييز قال الرئيس الأوكراني بلادامير زيلنيسكي إن عمليات الهجوم المضادة جارية في أوكرانيا لكنه لم يصفح عن تفاصيل وطلب زيلنيسكي من الصحفيين نقل الرسالة إلى الرئيس الروسي بلادامير بوتين مفادها أن القادة العسكريين في أوكرانيا في حالة معنوية مرتفعة وامتنع الرئيس الأوكراني عن التعليق عندما طلب منه في مؤتمر صحفي في كييف أن يعقب على تصريح بوتين بأن قوات كييف بدأت هجومها المضاد لكنها لم تحرز تقدماً أكد نائب الأمين العام لحلف النيتو مرتشيا جيوانا أنه لا يوجد حالياً إجماع داخل الحلف على انضمام أوكرانيا إلى عضوية حلف شمال الأطلنطية وشدد نائب الأمين العام على أن المناقشات داخل الحلف حول أوكرانيا مكثفة لافتاً إلى أن الرئيس الأوكراني بلودامير زينينيسكي سيجلس إلى نفس الطاولة مع رؤساء الدول الأعضاء في النيتو أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية القبض على 16 عسكرية للاشتباه في دلوعهم في قتل خمسة رجال وذلك بعد التقاط مقاطع مصورة لهم وهم يضربون الرجال الخمسة ثم يطلقون النار عليهم وقالت الوزارة في بان إن محكمة عسكرية أصدرت 16 مذكرة اعتقال يوم الخميس بحق الأفراد العسكريين الضالعين في جرائم تتعارض مع النظام العسكرية ويأتي القرار بعد أن نشرت وسائل الإعلام مقطعا مصورا يعود تاريخه إلى 18 مايو من ولاية تاما واليباسا وذلك شمال البلاد يظهر عملية القتل ورياضيا توجى فريق منشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه الصعب على فريق إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب أتاتورك الأولوبي في تركيا سجل هدف منشستر سيتي واللقاء الوحيد للعب الإسباني رود راري في الدقيقة الثامنة والستين وبتتويجه باللقب الأوروبي نجح منشستر سيتي في تحقيقة ثلاثية هذا الموسم بعد حصد لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ختم ومجازئات تاسعة فاصل وأنا أعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر